اشتركوا في القناة 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 وتعين على نوائب الحقي فانا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك ثم رجع الى مكة واعلن ابن الدغناء في قريش عن جواره لابي بكر فلم ينكر عليه ولكن قالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ولا يستعلن فإنا نخشى ان يفتن نساءنا وأبناءنا وضعفتنا فلبث أبو بكر بذلك فترة ثم بنا مسجدا بفناء داره واستعلن بصلاته وقراءته فذكره ابن الدغناء بجواره فرد عليه أبو بكر جواره وقال أرضى بجوار الله وكان رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن أبو بكر فينقذف عليه نساء المشركين وأبناءهم وهم يعجبون منهم وينظرون إليه فكان المشركون يؤذونه لأجل ذلك أبو بكر رضي الله عنهم أول القلفاء الراشدين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدقل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسك الحبشا قل هاجر هجرة نواء قل لي جيس بجينو قل الفرر قل ميل عذاب بادحا ديبو والحياة ديقات ديبو وكمس الفقرة وإندا قيس أكان برك القمات لبولاء قل لكمس البادحا اللي مالك ابن الدغنة هتو تكباتيو وهتو باعلقاط وباعلوديه وزعيم ناي قبيلة القار على والأحابيش لوم مجموعتنا يسوكام مجموعتنا يقبائل لا يجتمعو ديبل دبر دبر الحبش ديبل هاللو دبر حبش ديبل هاللو اللي دا عموم على فبيليو أياد قيسي سليكا وأرى أبو بكر أسأليو أنا أبديني أقيد سليكو أحسا أرحباش أقل يجيستكم مجموعتنا أقام السليا أبو بكر يجيز أنتا حقود لاتهيب وأنتا أرحام لاتواسل وأنتا قاشاي لاتتكبت وأنتا حدار قاشاي وأنتا ديب حق لاتسد أقام السل يفقر أقام السل يهرب أقام السل يداروض أنا أتكال لاباك وأنا إدمناك وديب دمانيت يجيب وديب كلبي يجيب وديب يجيب وأنا قريش قل أسئل لهم أبو بكر أنا أتكالب قل إبال تاول وربك ديب بلد كا عباد بيلي وأبو بكر مكا بلا ولي مالك ابن الدغن أعلن ديب قريش لك يوم أسأل يوم بيلي من أمرا أنا أبو بكر أنا أتكالب وأنا دمان كو فقل أبو بكر يتقربوكم سل بيلي ربعا ناس دعيم والقبيل وللها اللو باقوتو وبع الوجه وبع الوجه وبع الوجه يألقى 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 ويأبو أقول لكن بيلي أسئل لغو بكر من نبيته لفقر ديبيته ربه لعباد بيلي لأن نحنا نفره أبكر لأنسنا ولا جنيتنا ولا دعفاء لناينا كلهم لهم غيلي بدل ولهم غيلي إنسا ولهم غيلي جند نفره اللي نبي لو وابلا ديو قديب عالو وفرهم من أبو بكر وحقو أبو بكر فترة نس ديبيتون اللي تعبد للسلي واتا كانوا بيون اللي عبد ديبيتون ديب دارو عند يفقر لكن حقو أحقو أيام ديبا وسع انتنايا دارو تا كان منزلو ديبا جامع مسجد بنا وعلنا للسلي قبقا وقرع قبقا وكمسا القرآن وكمسا للسلي لكر تقرم ورقيق أبو بكر رضي الله عنه قرآن كمسا السامع انتا تقدر ريع لك بك وكمسا البك وقرآ ورتلا أنسا مشركين كلهم وأجنيتهم تعجبو من علو ومتو علو وسمعو من علو وفتو علو وإلا هيني لمشركين فتو علو وجل اللي تل الذول علو إلا فترة ديبا كمسا اللي مرة إذا عافنا المسلمين وتنكيل المسلمين ومحاولات القتل لتبطح محارات بعد حاو انده لو قريش ديب النبي صلى الله عليه وسلم لقبا ولقل وبكر كلهم ده لحد ديب إلا ظروف إلا ظروف لقاسية ديبان ده لو كان يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وأثناء هذه الظروف القاسية التي كان يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حدث ما أفضى إلى إسلام بطلين جليلين يقول الله وكذل كل أود من أبطالنا المسلمين أسلموا من قريش لطالما استراحل المسلمون تحت ذل قوتهما وهما حمزة بن عبد المنطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أكبر إلا فترة دي بها كمسل للنبي صلى الله عليه وسلم بدل تأذيه وأبو بكر بدل تأذيه ولا من حرد كمسل بعد حو دي بلو وقت اللي كل أود نفر منها تاريخ عزيم لبهم وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم العرو وتاريخ أبيض لسطروا دي بحياة دي بتاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين حمزة بن عبد المنطلب أسد الله هيتو وعمر بن الخطاب الفاروق أسلموا دي بحلقات تطمت اللي تنشاء الله كفو أسلموا حمزة وكفو أسلموا عمر دي بانقنا تهاجيتو دي بسلام تهاكونا ونتلاوكم ونتشوكم تهكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة